موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهد الكرام اينما تكونوا اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم واي نت معكم نستعرض ابرز المواضيع التي يتداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اضافة العديد من الزوايا العلمية والمعرفية والتكنولوجية والكثير الكثير لكن بعد فاصل قصير موسيقى قدم مارتين جريفث الخميس احاطته الى مجلس الامن هذه الاحاطة التي ربما تأتي بشكل دوري لم يكن فيها جديد يذكر كما اورد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بل ان الكثيرين رأوا في الاجتماع الاخير الذي حصل على سفينة الاممية الراسية امام الحديدة في المياه الدولية رأوا في ذلك الاجتماع ربما انقاذ لماء وجه مارتين جريفث وما سيقدمه في مجلس الامن في الاحاطة الاخيرة الخميس الماضي لكن هناك الكثير من الامور التي ربما اغاضت الناشطين منها ابراز قلقه المتواصل امام القضايا المصيرية لليمن وايضا موضوع تعز ما تحدث عنه وكأنه نسي ان هذه المواضيع كلها هي جزء من اتفاق استوكل مضافة الى تجاهله احكام الاعدام التي قام بها الحوثين والتي ينوى الحوثيون القيام بها خلال الايام المقبلة خصوصا بعد اصطار تلك الاحكام بقضاء مسيسة طبعا مارتين جريفث على حسابه في تويتر كان قد غرد قائلا احراس تقدم في امكانية فتح تعز امام المساعدات الانسانية يأمل جريفث ان تستفيد تعز من المبادرات المجتمعية التي يطلقها المجتمع المحلي لسد فجوات الحرب والمجموعات النسائية لها تاريخ متميز في هذا الصدد نرى كيف كانت عليق الناشطين على مارتين جريفث وعن احاطته المقدمة الخميس الماضي في مجلس الامن يقول خليقائد يأمل جريفث امل فقط ويعلم ويعرف جيدا ان تعز محاصرة منذ سنوات ونتيجة هذا الحصار عشرات الضحايا تعود مبعوث الامم المتحدة على المغالطة وتميع الحقيقة والدفاع عن الميليشيا الحوتية التي اصبح مشرفا معها وليس مندوبا امميا يتعامل بحياد مع جميع الاطراف اما فهد المجيدي فبمنشور له على فيسبوك قال جريفث يطالب اليوم بفتح معبر امن الى مدينة تعز طيب ولماذا اعلن عن اتفاقية خاصة بتاعز في ستوكولم قبل اكثر من ثمانية اشهر كان يطالب فقط ويستمر طالب بدون اتفاقيات وهمية رغم علمه بان ميليشيا الحوثي هي المعتدية والمحاصرة لتاعز لاكثر من اربع سنوات وهي من تتحكم بالمنافذ الثلاثة ولن يكون اي حل الا بانسحابها وانها حصار المدينة والاعتداء عليها اما عبدالله المنيفي فهو الاخر يرى في احاطة جريفث فيقول خلاصة احاطة المبعوث مارتين جريفث لمجلس الامن انه بدأ يشعر بالقلق ويبدو ان نوبات القلق ستصيبه كما اصابت من سبقوه اشكصة القلق المستمر في المنظمة الدولية ربما تشبه مقدان المناعة طبعا ابداء القلق كأنه ديدا كل مبعوث اممياتي الى اليمن منذ جمال بن عمر وبعد ذلك ولد الشيخ والان مارتين جريفث مارتين جريفث الذي ربما اتى وبالكثير من الامل خصوصا ان سيرته الذاتية كانت مليئة كما يقال بالكثير من الانجازات الا ان البعض بدأ يشكك في تلك السيرة خصوصا مع ما وصل الحال اليه في اليمن منذ سنة ونيف لم تتحقق اي شيء يذكر على الارض ولم ينجز اي شيء يذكر على مستوى الملف اليمني والتقدم فيه بالعكس هناك ربما الكثير من الاخطاء منها اصرار مارتين جريفث اليوم على شطب كلمة المتمردين الحوثيين من احضة المجلس الامن واستبدالها بمفهوم انصار الله وهذا ربما يضع كثير من علامات الاستفام اذا ما كان شرعنة لهذه الميليشيات محمد سعيد الشرعبي من اكاذيب مارتين جريفث لمجلس الامن شهدنا تقدما محدودا في تعز ونأمل فتح معبر انساني لجنة تعز لم تعقد اي اجتماع منذ توقيع اتفاق ستوكولم قبل نصف عام من اين اتت تقدم المزعوم اما امين الوائلي فقد غرد بالقول خلت احاضة جريفث من اي ذكر لاعادة الانتشار في الحديدة بما يفيد سريان مسرحية الانسحاب الاحادي لديه وبعثة لوليسكارد كما افادها ودونها لدى مجلس الامن في احاضته قبل الاخيرة بينما تجاهل مخرجات الاجتماع الاخير للجنة التنسيق بالاتفاق على تنفيذ اعادة الانتشار بالعودة الى المربع الاول احاضة جريفث مليئة بالتقدمات هذه المرة تقدم كبير واختراق مهم في الحديدة وتقدم محدود في تعز والتزام الجميع بالاتفاق السويد والجميع ملتزم بحل سياسي وسلمي وباقي فقط الاتفاق على قوات محلية والتقدم يسمح بالتركيز على الحل النهائي اما حسن هديس فهو الاخر نشر على حسابه في فيسبوك في احاضته الى مجلس الامن حذر جريفث من ان اليمن قريب من مأساة محتملة ناجمة عن التوترات في المنطقة نحن بحاجة الى منع ذلك للحد من التوترات الاقليمية وانقاذ الارواح من الضروري وقف التصعيد الان يعني لا جديد في احاضته ولا زال يدافع عن الميليشيات ويمنع تقدم الشرعية لتحرير الحديدة اما نافع مبخوت فهو الاخر علق على احاضة مارتين جريفث الى مجلس الامن الاخير قائل ان جريفث لا يريد ان يعترف بانه فشل في مهمته وهو ذلك الشخص اللي يلسنا نقرأ سيرته الذاتية اسابيع وانه الرجل الذي سيملك عصاموسه مشكلة جريفث انه فاشل وحصل على من يطبل وان تاريخه مزور وملفق تلفيق ان كان له فعلا تاريخ الحل تصحيح التحالف وتوحيد الصف المناهض للحوثيين اما عبد الكريم عمران فقد غرد قائلا جريفث يركز احاطته حول الوضع الانساني بينما ظل طيلة الفترة السابقة مركزا على محاولة خداع الشرعية بشأن وضع الحديدة طبعا للعلم اتفاق استوكولم كان قد نص على انه مزمن وان تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق هو العشرين من شهر يناير المنصرم اي شهر واحد من العام 2019 مرت الكثير من الاشهر ولم يتم التنفيذ والاتفاق وربما كانت اكبر الخطايا ان يوافق الجانب الحكومي على تمديد موضوع الانسحاب عن العشرين وتجاوزه العشرين من يناير وبذلك ربما التمديد تلوى التمديد الان تمديد للبعثة الاممية ستة اشهر اضافية بعد ان مددت قبل ذلك ستة اشهر كل هذه الامور ربما تضعنا امام سيناريو ان الامور لا تزال طويلة الامد عبدالوحد الضراب غريفث في احاطته لمجلس الامن لم يأتي بجديد كالخطيب الذي صعد المنبر في يوم الجمعة وقال ايها المصلون الخطبة هي الخطبة والجمعة هي الجمعة واقم الصلاة اما ايهاب فارع فهو الاخر غرد بالقول غريفث في احاطته لمجلس الامن لم يأتي بجديد وما على التحالف والشرعية سوى التخلص من الضغوط التي تمارسها امريكا واستكمال تحرير الحديدة وإلا سيبقى الوضع على ما هو عليه يخدم بقاء الانقلاب لأطول فترة ممكنة تحقق من خلاله امريكا اعلى مبيعات للأسلحة والدعم اللوجستي لدول التحالف وتغريدة اخرى لمحمود الطاهر قال غريفث انه يريد ان يبقي اليمن خارج التوترات وهو يعلم جيدا انها لن تبقى خارج اي توتر طالما بقي الحوثيون لانهم جند ايران وقال انه يأمل بان تنتهي الازمة اليمنية قبل نهاية العام على غرار حديثه في جلسة سابقة بداية هذا العام بان الحوثيين سينسحبون من الحديدة خلال ساعات ايضا تغريدة اخرى لأسعد عمر ما يثير الاستغراب هو اصرار المبعوث الاممي على شطب صفة التمرد عن الانقلابيين واعتماد مسمى انصار الله بدلا عن الحوثيين بخلاف ما تضمنته قرارات مجلس الامن في كل احاطاته وتقديم المتمردين كسلطة حاكمة تمتلك اجهزة قضائية تعمل وفقا للقانون اما عبد الباصد الشاجع فهو الاخر غرد بالقول لقد حققنا اختراقات مهمة هذه الجملة التي لا تفارق احاطات غريفث في مجلس الامن منذ تعيينه مبعوثا امميا في اليمن على الارض الاوضاع تزداد سوءا والحوثية تصاعد من توحشها ضد اليمنهين نسيت ان الرجل عبر عن ذهوله من احكام الحوثيين باعدام مختطفين يعني دول طيور الجنة مش مصدق انهم فعلوها اما عبد الحميد طاهر فهو الاخر غرد بالقول اي قضية يتم تدويلها في ارويقة مجلس الامن الدولي ستبقى حبيسة الى الابد ولن ترى النور الا من ثقوب ضيقة لتعطي بصيص امل ثم تعود ادراجها ودهليزها المظلمة طبعا ابرز ما اورده مارتين جريفث في جلسة مجلس الامن نوردها باختصار كما اوردها حساب اليمن الجمهوري على تويتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى طبعا مارتين جريفث في احاضتي لم يتطرق الى تجنيد الاطفال من قبل ميليشيات الحوثي وايضا موضوع المراكز الصيفية التي تنفق عليها ميليشيات الحوثي الملايين مما تستقعه من اموال الشعب من اجل تجنيد وتفخيخ العقول المقبلة علي البخيتي مغردا على هذا الموضوع قائلا هل يعي المجتمع الدولي ما الذي تعنيه شعارات الحوثيين التي تدعو لموت ولعن الدول وشعوب واتباع ديانات بكاملها ما الفرق بين الحوثي وداعش والقاعدة الحوثي اخطر من بقية الحركات لانها قادرة على تغطية حقيقتها الى ان تتحول الى واقع كارثي مر والشيخ جمال المعمري ايضا مغردا على ذات السياقة المجتمع الدولي ومبعوثه يعرفون جيدا ما الذي يقوم به الحوثيون وما الذي يخطط له وما انشاء المراكز الصيفية التي تكرس الفكر الكهنوتي والعنصرية سوى هدف من الاهداف التي يراد منها النيل من اليمن والمملكة العربية السعودية وخاصة الجزيرة بصفة عامة الحسم هو الحل هناك مؤامرة كبيرة فلا تغفلوا عنها اما محمد الجرادي فغرد على ذات الموضوع وهو تجنيد الاطفال وربما تلويث فكرهم في المراكز الصيفية التي يقيمها لهم الحوثي قائلا عصابات الحوثي تفتتح معسكرات تجنيد للاطفال تحت يافطة المراكز الصيفية الحوثي دمر حاضر اليمن ويلغي مستقبلها تجنيد الاطفال الحوثيون عصابات ارهابية وصالح القطيبي هو الآخر غرد على ذات الموضوع بالقول اكثر من 200 الف طالب وطالبة شاركوا في 3672 مركز بحسب قناة المسيرة التابعة للميليشيات الحوثية وهذا ما يستدعي سرعة الحسم لاستئصال الجرثوم الخبيثة التي تستهدف هوية الاجيال ومستقبل اليمن من خلال فكرها الطائفية الذي يدرس في هذه المراكز وتغريدة اخرى لسمير رشاد اليوسفي يعلن الحوثيون اكثر من ربع مليون طفل في مراكزهم الصيفية الخاضعة لتعبئة نفسية وغسيل دماغ ليكونوا جندا لمشروع ايران التوسعي اما الاعلامي عبدالله اسماعيل فهو الاخر غرد بالقول المراكز الفكرية الحوثية ليست حدثا عابرا او نشاط عادي ما يصرفه الحوثي للدورات التثقيفية والمراكز الصيفية اهدافه مدمرة تعلم الجماعة ان رصيدها الشعبية تآكل نتيجة جرائمها وان الحاضنة الشعبية وهم فتلجأ لمحاولة التأثير على الاطفال والشباب وغسل العقول وزراعة الغام تواجه به لحظة لانكسار اما خلود الحلال فهي الاخرى غردت بالقول انقذوا اطفال اليمن من هذه الجريمة لا فرق بين داعش والحوثيين فجميعهم يقتلوا براءة الاطفال ويعبوا رأسهم باشياء لا تستوعبها عقولهم ويزرعوا داخلهم الحقد والكراهية بين ابناء الوطن اين حقوق الانسان وكذا شد المخلافي المراكز الصيفية للحوثيين الغام فكرية يزرعونها في عقول صغار ليتحولوا الى قتل ودمويين ويقودونهم للمحارق واولادهم في الخارج اطفالكم امانة لديكم فحافظوا على الامانة فسوف تحاسبون عليها واخيرا بتغريدة لمحمد علي البيضاني ما الفرق بين الالغام والمراكز الصيفية الالغام تنصف اجساد البشر اما المراكز الصيفية فتنصف دماغ البشر اذا كانت الالغام تقتل من يدوس عليها فالمراكز الصيفية تقتل الامنين في منازلهم عبر جيل متطرف مستعد لقتل كل شخص يخالفه في الفكر اذا هذه كانت ابرز المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فاصل قصير نكمل بعده بقية فقرات وينت هذا نكون وياكم قد وصلنا الى نهاية حلقة اليوم من برنامج وينت حتى الملتقى في حلقة الغد في امان الله وحفظه ورعايته الى اللقاء اشتركوا في القناة